تحت شعار قائد حكيم وشعب وفي أطلق وزير الأعلام رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية محمد الجابري اليوم الحملة الأعلامية للأعياد والمناسبات الوطنية لعام 2018 وقال وزير الأعلام إن شعار الحملة يؤكد فخر واعتزاز الشعب الكويتي بحكمة وحنكة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في التعامل مع كل القضايا والمواقف على المستويين الداخلي والخارجية مما كان له عظيم الأثر في ترسيخ مكانة دولة الكويت دوليا على المستويات كافة وفي مختلف الاتجاهات ولفت الجابري إلى أن احتفالاتنا بأعيادنا الوطنية المجيدة هذا العام تأتي في ظل أحداث وتطورات إقليمية ودولية متلاحقة داعيا شباب الكويت إلى التمسك بنهج وتضحيات الآباء والأجداد لتظل الكويت واحة أمن وأمان واستقرار ترجمة نانسي قنقر